أنا أصلي الترويح بوالدي بوالدي في البيت في الهاتف سأصلي بيه في الهاتف لكنني لا أعرف أين أقف حتى أركع هل أنا مطالب بأن أقف في آية معينة أم أقف حيث أشاء لأن من عرفش أنا ذكي شد أنتوا من قصمين والربع والثمون وكذا والآن جاء حاجات وتفرض علينا باش نصلي الترويح إن شاء الله تبارك وتعالى في البيت وأنا يلي غادي نصلي بالوالد وغادي نقرأ إن شاء الله في الهاتف وش يجوز نعم يجوز أن تصلي بوالديك وأنت تقرأه في الهاتف والهاتف هو إن شاء الله تبارك وتعالى أخف ويمكنك تحطه ما في حتى شي مشكل ماشي بحل المصحف ولكن يجوز لك أن تقرأ في المصحف ما كحتاش إشكال هذه رحنا قلناها إذن في أين تقف هل أنت مطالب وملزم بأن تقف عند حد محدود معين أو لا تقف يا أخي اقرأ ما تيسر من القرآن قال تعالى قرأوا ما تيسر منه وسيد النبي قال المسيئي صلاة وقال اقرأ ما معك من القرآن لم يحدد آية أو عشر آيات أو ربع أو ثمون ذاك على حسب ما تستطيع أنت ودون أن ترهق والديك الكبيرين العجوزين الشيخين من ورائك إذا تصل الآية أنا أندرك إن شاء الله تبارك وتعالى ها هو مثلا الإنسان هو غد يقرأ مثلا يقرأ فين كنا قبيلات كنا في صورة الذارية مثلا ها هو مثلا نقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها هو قرأة الفاتحة بسم الله الرحمن والذاريات ضروان فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون للصادق الله أكبر هاي خمسة آية بغيت نزيد نقرأ نزيد نزيد آه إن شاء الله تبارك إذن هذا ما كحتش إشكال صلي وقفين ما بغيت لموت وقفوا رؤوس للآيات الآيات المعروفة إن شاء الله تبارك وطعان وانا أحمل يعني البرطابل هذا الهاتف قالك وكيف أحمله ها هو يعني ها هي مستhoebe إن شاء الله تعالى لا هو البرتابل لا هو الله يحب سيكون بخير مستhoebe عادية يبيرني لهذا ها هي هنا ها غادي قرأ الكناة الفاتحة قدامك وغادي نشوف الله أقراه ظكري وولد القبلة ه أنتى ها هو هنا القرآن شوف ها ها هو ها القرآن ها اللهم دير هنا رأينا مريق لها إن شاء الله تعالى ذريت هاي اشتا هاو غادي قل هاو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الآن هادي قرأتها ها ها هو بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرواء فالحاملات وقراء فالجاريات يسراء فالمقسمات أمراء إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه منفك قتل الخراصون الله الرحمن الرحيم الله أكبر انظرات ها الله أكبر تجلس الله أكبر تحمله الله أكبر الحمد لله رب وهكذا يعني المسألة عادية إن شاء الله ما فيها شيء حاجة إن شاء الله تبارك وتعالى أكبر تحمل